والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تابعون بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نبدأ بتوفيق الله تعالى درسنا لهذا المساء في موضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا الكتاب المبارك الذي هو عمدة الأحكام وما زال درسنا مع الحديث العاشر من أحاديث الكتاب ومع آخر حديث مع الباب إذن هذا عاشر الأحاديث بالنسبة للكتاب وهو آخر حديث بالنسبة للباب وهو حديث نعيم المجمر الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد كنا بصدد بيان مفرداته وانتهى بنا الحديث إلى قوله هنا عليه الصلاة والسلام من أثر الوضوح من هنا من معانيها في هذا الباب أنها تفيد السببية والتعليل لأن من معاني منه أنها تكون مفيدة للسببية من أثر أي من أجل أثر الوضوح وأثر الشيء هو بقيته أي ما تبقى من أثر الوضوح أم الوضوح فكما سبق إن نحن ضبطناه بالضم فالمقصود به الفعل وإن ضبطناه بالفتح فالمقصود به أيها فهنا يجوز ضبطه بالفعل وهو أظهر بالواوي يجوز ضبطه بالواوي وأظهر للمقصود به ما هي الوضوح وذات الوضوح الذي هو فعله أما إن ضبطناه بالفتح فيكون المقصود هو آثار ماء الوضوح آثار ماء الوضوح فيحتاج من الأمر إلى تقدير أما عندما نضبطه بالواوي فبضم أقول فإنه لا يحتاج مننا إلى تقدير بعد ذلك جاء صروا لنا ماذا جاء بعد ذلك فلن استطاع منكم أن يطيل رضته خريئا نعم هذه الجملة اختلف العلماء فيها هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هل هي من كلام أبي هريرة كما سيتبين إن شاء الله تعالى بعد أن نبين مفردات الحديث بأكمالها من استطاع منكم الباءة من هنا كما تعلمون هي من أدوات الشروط وهي تطلق على العاقل وفي بعض الأحيان تطلق على غير العاقل في أساليب معينة وفي مواضع مشخصة فمن استطاع الاستطاعة هنا هي القدرة المملوحة للشخصة التي بها يستطيع أن يمارس ما طلب منه من التكاليف الشرعية ولذلك كانت تكليفه في الشرعي منوط بالاستطاعة وما خرج عن دائرة الاستطاعة فلا تكليف فيه فلا تكليف إلا بما استطيعه الإنسان فمن استطاع منكم خطاب هنا للأمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أن يطيل غرته أن كما تعلمون هي حرف مصدر ونصب وتؤول هي وما دخلت عليه بمصدر يطيل الإطالة هي الزيادة في الشيء على ما هو عليه أو على حده وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله من خلال تعرضنا للفوائل المستفادة من الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته سبق تفسير الغرة فليفعل ولم يذكر هنا في هذه الجملة قال تحجيل استغناء عنه بذكر عديله الذي هو الغرة على غرار قول الله تبارك وتعالى سرابيل التقيكم الحر أي والبرد والمنهاج اللغوي الذي تقتضيه بلاغة اللغة العربية أن الشيء إذا كان معلوما فإنه يستحسن ذكره وفي بعض الأحيان قد يجب ذكره ولذلك قال ابن مالك رحمه الله وحذفوا ما يعلموا جائز إذن ما يعلم هنا حذف فلا إشكال إذن قوله هنا فمن استطاع منكم الغرة أي والتحجيل فليفعل هذا هو جوابه الشرطي والأمر هنا هو للاستحباه لما هو معلوم بأن الغرة والتحجيل ليست بواجبتين ثم قال وفي لفظ لمسلمين رأيت أبا هريرة يتوضى فغسل وجهه ويدي حتى كاد يبلغ المنكبين نعم قال وفي لفظ لمسلمين رأيت أبا هريرة يتوضى نعم يتوضى هذه رواية نعيم الآن يصف لنا وضوء أبي هريرة لأن أبا هريرة كان يفعل هذا الفعل الذي إما أن يكون رواه على احتمال من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون اجتهد فيه هو وقاله وهذا هو الرجح كما سيئتي وأن هذه اللفظة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون إذن هو يعمل بما فهمهم الحديث يكون قد قال ما فهمهم الحديث وفعل أي جمع بالقول والفعل وذلك دأبه ودأب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأنهم يقولون ما يفعلون فلا يكونون من الذين قال الله فيهم لما تقولون ما لا تفعل ثم قال بعد ذلك نعم بمقتضى الحديث أو بمقتضى هذه الجملة فهو طبقها تماما على نفسه رضي الله تعالى عنه ثم قال ثم غسل رجليها الثارف إلى الساق نعم تماما هو طبق الآن الغرة والتحجيل على نفسه تماما نعم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله وعلى الله وعلى الله يقول إنهم التي يدعون يوم قيامة غرّة محجلين من أثر موضوع فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته وتأجيله فريحا الحديث هذا مرفوع بالسفناء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته في الإفعال الحديث المتفق وعليه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله هو الشطر الأول منه وهو قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين هذا باتفاق خلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نتابع الحديث في مفردته ثم نعود بعد ذلك إلى بيان فوائده قال وفي رقض لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقرب تبلغ الفية من المؤمن نعم بالنسبة لهذا الحديث هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سمعت خليلي خليلي هذا مأخوذ من الخلّة وقيل من الخلّة الخلّة بالفتح معناها الحاجة الحاجة والفقر فلان من تخلّة من تخلّة الشيء يتخلّله إذا تعمّق في داخله وهكذا الخلّة فإنها تأخذ بمسالك القلب كلها بحيث تعمره ولا تبقّي فيه شيئا للغير بالنسبة للمحبوب الذي حلّ بالقلب وقيل مأخوذ من الخلّة التي هي نبت تستحليه الإيبيل ويقال الخلّة خبز الإيبيل في المثل خلّة خبز الإيبيل لأنها تستحليه فإن ما أن يكون مأخوذا من الخلّة أو من الخلّة أو من الخلّة مع الأخير وقوله رضي الله عنه خليلي أي من ملأت به قلبي وتخلّلت مودّته قلبي ومن سلّكت مودّته مسالك قلبي حتى لم تبقي لغيره مكانه وهذا إنما يكون للصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أما النبي صلى الله عليه ورسلم فلا يمكن أن يبادلهم نفس هذه درجة من المحبّة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله 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 فقد ملأت محبته ومودته قلوبهم حتى هاموا بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبلغوا بهذه المحبة شأوا بعيدا بحيث لا يمكن لغيرهم أن يصل إليهم ولا أني اقتريبا إلى تلك الدرجة التي بلغوها في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عبر بذلك سهل لما بعثته قريش وإذا حدثهم كأن على رؤسهم الطير ولذلك قال خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبلغوا الحلية تبلغوا هذا فعل مضارع من البلوغ والبلوغ هو الوصول إلى الشيء والانتهاء إليه ومنه البلاغة فهذه الحلية تبلغ بالمؤمن إلى حيث عبر في الحديث أما الحلية فهي فعل له بمعنى الهيئة لأن فعلة بالفتح كما تعلمون هي للهيئة وفعلة هي للهيئة وفعلة لمرات كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة إذن حلية مأخوذة من الحلي الذي هو الجمال والزينة أي هيئتهم وصفتهم يبلغون يوم القيامة من هذه الحلية ومن هذه الصفة إلى هذا المكان الذي أشار إليه الحديث تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء بمعنى أن الحلية والجمال والزينة والصفة التي هي النور يوم القيامة تبلغ من الأماكن التي كانت توصف بالوضوء في الدنيا وكان يفعل بها الوضوء تبلغ الحلية حيث بلغت حالة الوضوء أو فعل الوضوء حيث بلغ فعل الوضوء ثم قال نعم إذن نعود الآن إلى الوقفة الرابعة التي وعدنا بها وهي وقفة الفوائد وقفة الفوائد من هذا الحديث المبارك الشريف أول ما ينبغي أن نستفيده من هذا الحديث وما أشرت إليه سابقا من أن الجملة التي اختلف فيها هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة وهي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته في ليفعل ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذه الجملة هي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واستدلوا على ذلك بأن جميع الرواد الذين رووا الحديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عشرة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن سعود ومنهم جابر بن عبد الله كل هؤلاء لم يذكروا هذه اللفظة من الحديث كما استدلوا أيضا بكلام نعيم نفسه فإنه قال في نهاية العديث في رواية أخرى لا أدري أقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قالها أبو هريرة شك ممن تحمل الحديث من أبي هريرة والروايات الأخرى كلها التي وردت عن أبي هريرة ليس فيها هذه الجملة وبذلك تبين أن الراجحة أن هذه الجملة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من كلام أبي هريرة وهي التي تسمع المحدثين بالمدرج المدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألف ذروات اتصلت كما قال صاحب البيقونية إذن هذه جملة مدرجة من الحديث قالها أبو هريرة رضي الله عن استنباط من الحديث وعليه لنتقل إلى الفائدة الأخرى التي تابع لهذه الفائدة وهي هل أخذ العلماء بمقتضى هذه الزيادة أم لا اختلف العلماء في العمل بهذه الزيادة التي هي زيادة الغرة والتحجيل زيادة زيادة على ما حدد اختلف العلماء على قولين طائفة قالوا إن أعضاء الوضوء لا ينبغي الزيادة عليها على ما حدد وستدل على ذلك بأدلة منها الأدلة النقلية من الكتاب والسنة ومنها النظر منها النظر ومنها الأدلة من الكتاب والسنة أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى كما تعلمون في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين إلى الكعبين الآية الآن حددت حددت الرؤوس وحددت مكان غسل الأيدي إلى إلى المرافق ومكان غسل الرجل إلى آية الواء وهذا الظاهر لم يأتي ما يرفعه وينبغي كما نعلم تمسك بالظاهر حتى يأتي ما يرفعه أو ما يقتضي تعويله هذه من القواعد الأصولية وهو التمسك بالظاهر حتى يأتي ما يدل على رفعه ولم يأتي ما يدل صريحا على رفعه يأتي ما يدل صريحا على رفعه هذا الدليل الأول والدليل الثاني من السنة الأول من الأدلة التي هي من السنة الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي سأله كيف يتوضع قال توضع كما أمرك الله ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يزيد توضع كما أمرك الله وكذلك الدليل الثاني من هذه الأدلة أن هؤلاء العشرة الذين راووا لنا وضوء رسول الله صلى الله وسلم لم يذكر أحدهم هذه الزيادة إلا من فرض بها نوعين كما ذكرنا وهل تخفى على هؤلاء هؤلاء العشرة تخفى عليهم أو هؤلاء التسع الأقل تخفى عليهم ولا يذكرونها فكل من روى من هؤلاء العشرة وضوء رسول الله صلى الله ما ذكر هذه الزيادة هذا من حيث الدليل النقلي أما من حديث من الدليل النظري من حيث الدليل النظري فإن هذه الزيادة قد تؤدي إلى اختلال في الوضوء وذلك إذا أطل الإنسان الغرة فإنه سيغسل من سيغسل عضو المطلوب في المسح سيغسل عضو المطلوب في المسح لأن إطالة الغرة القصدي أن يغسل هذه الناصية أم المطلوب فيها آيوه تماما وهذا فيه كما تعلمون اختلال في الوضوء إذن هذا النوع من إطالة الغرة سيؤدي الاختلال وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية وطائفة من الأحناف وطائفة من الحنابل كلهم أخذوا بهذا الرأي الظاهرية على ظاهريتهم مع ذلك فلم يقولوا بهذا لأن رواية لم تصح عندهم مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد من الصحاب وعندنا القاعدة شيء القاعدة العبرة بما لا بما رأى العبرة بما رأى لا بما رأى لم يكونوا يأخذون بمقتضى هذا أما الطائفة الثانية التي قالت بهذا النوع من زيادة على ما حدد كذلك عندنا حديث آخر استدل به للطائفة الأولى وهو الحديث الذي وإن اختلف في صحيحه ولكنه الراجح أنه صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما حين توضأ أمامهم قال هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد أو نقص فقط تعدى وظل هذا كذلك من الأحاديث الذي استدل به الطائفة الأولى إذن الطائفة الثانية التي قالت بالزيادة وهم الشافعية وطائفة من الأحناف كذلك وطائفة من الحنابل هم استدلوا كذلك بعمل هذين الصحابيين الجليلين وهما أبو هريرة وعبد الله بن عمر وكذلك هذه الزيادة من أبي هريرة يعتبرها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك أخذوا بإطالة الغرة وإطالة التحجيل إذن راجحه المذهب الأول لكن من أخذ بمذهب الثاني فلا ينكر عليه على كل حال ثم هذه الإطالة هل لها حدود عند من يقول بها اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة القول الأول هو أن تبلغ بالنسبة للساق إلى نصف الساق وبالنسبة ليدين إلى نصف العضد هذا القول الأول قول الثاني أن تبلغ بالنسبة للساق إلى ركبته وبالنسبة ليدين إلى الإبطي كما كان أبو غرير فعل وعبد الله بن عمر كذلك وبالنسبة للرأس إلى القفى وبالنسبة الوجه إلى العنق المنتهى ماذا القول الثاني هذا نقل القول الأول لأنصاف قول المنتهى القول الأول لأنصاف القول الثاني إلى منتهى القول الثالث بدون التحديد أن تكون الزيادة وكما غير قيد الزيادة بلا قيد هذه أقوال ثلاثة بالنسبة ل الزيادة التي هي إطالة الغراء وإطالة التحجيل نعم من فوائد الحديث أيضا هل الوضوء خاص بهذه الأمة أم هو مشروع للأمم السابقة اختلف العلماء في ذلك على قوليه القول الأول أنه مشروع للأمم السابقة واستدل من قال بذلك بأدلة هذا الدليل الذي سقته قبل قليل هذا وضوء يوضوء الأنبياء من قبلي والدليل الثاني تكلم في هذا الحديث لكن عندنا دليلان آخران في قمة الصحة الدليل الأول وما رواه مسلم أن في قصتي سارة في قصتي هاجر رضي الله عنها عندما أرد أن يعتدي عليها أصارها صارها أصارها أنت الآن سحبتني إلى الجهة إلى أخرى سارها عندما أرد أن يعتدي عليها ذلك الملك الجبار قامت فتوضأت فدعت الله هكذا وارضى في النص قامت فتوضأت فدعت الله عز وجل وسألت الله عز وجل فحماها الله وحظظها من هذا الجبار العنيم ثم الحديث الثاني عوف الصحيح الصحيح البخاري في قصة جريج وذلك لما اتهموه بالزينة وهدموا صومعته فإنه قام وتوضأ وسأل الله جل جلاله فنطق ذلك الغلام الذي لا يزال عهدا بالولادة فقال أبي رائي الغانا شاهدوا عندنا قام فتوضأ شاهدوا في الحديث الآخر قام قامت فتوضأت فدل هذا على أن الوضوء ليس خاص بهذه الأمة وقال الطائفة إنه خاص بهذه الأمة والراجح أنه ليس خاص بهذه الأمة وإنما الذي هو خاص بالأمة هو حيلية الوضوء حيلية الوضوء وهذا فيه الحديث الصريح الذي أخرجه مسلم في صحيحه فيه معنى حيلية لكم وليست لأحد من الأمم قبلكم تدعون يوم القيامة غر المحجر لكم وليست لأحد قبلكم تدعون يوم القيامة غر المحجر من أثر الوضوء إذن الغرة والتحجيل هو من خاص صانب هذه الأمة وليست الوضوء ثم من فوائد الحديث أيضا فضل الوضوء وهذا فضل عظيم جدا وهو يدل على فضله في الدنيا وفضله في الآخرة أما فضله في الآخرة فهو مسرح به يوم القيامة يحشرون يوم القيامة بهذه الميزة التي ليست لغيرهم بهذه الأطراف التي ستكون مضيئة في يوم القيامة حيث لا يضيء للعبد إلا أعماله الصالحة أما الذي ليست له أعمال صالحة فإنه يحشر في ظلام ثم كذلك لو فضل هنا في الدنيا فإنه لا تستنير هذه الأعضاء إلا إذ استنار الباطن لا تستنير القوالب إلا إذ استنارت القلوب فإذ استنارت القلوب استنارت القوالب وهناك اتصال وثيق بين القوالب والقلوب في أعمال في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله ولذلك فالأعمال الصالحة تنعكس على باطن الإنسان فيترقى بها ويتنقى بها ويتلقى بها فيتنقى بالوضوء ثم يترقى بالوضوء ثم يتلقى الفيوضات الإلهية والبركات والخيرات والواردات لأن القلب إما أن يكون مفتوحا إلى الأعلى وإما أن يكون مفتوحا إلى أسفل فلا منص من فتحه فأي قلب لا يمكن أن يبقى معطلا ليس منشغلا وأي قلب لا يمكن أن يظل مغلقا من غير أن ينفتح فإما أن ينفتح إلى جهة السماء فيتلقى من خيرات ما لا يعلمه إلا الله وإما أن تغلق جهة السماء ثم تفتح جهة الأرض لأنه لا واسطة بين الأمرين فأما ما نعطاه واتقى وصدق بالحسن فسنسره للأسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنسره للأسرة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن ظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ظنك ونحشره يوم القيامة أما قال رب لي ما حشرتني يا أما قال وقد كنت بصيرا قال كذلك أتكايتنا إلى آخر الآية إذن هذه طائفة من الفوائد من هذه الحديث الشريف فلن تقل إن شاء الله إلى الحديث الذي يليه والحديث الذي يليه هو مصدر بعنوان أي الحديث الذي يليه مصدر بعنوان يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد انتقل من عنوان أي من باب من أبواب الطهارة إلى باب آخر من أبواب الطهارة الذي يندرج في كتاب الطهارة كتاب الطهارة الذي هو أعم والذي يندرج تحته هذه الأبواب والباب هنا يقول فيه المؤلف رحمه الله باب الاستطابة هذا الموضوع مترجم له ب ترجمات ثلاث الترجمة الأولى هي هذه الاستطابة والترجمة الثانية قضاء الحاجة والترجمة الثالثة دخول الخلاء وكل هذه التراج مأخوذة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطابة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم وليستطب أحدكم وليستطب أحدكم والخلاء مأخوذ من الحديث الذي صدر به هنا إذا دخل أحدكم الخلاء إلى أخيره والحاجة مأخوذ من قوله صلى الله إذا قضى أحدكم حاجته فالمحدثون يحرصون على أن تكون تراجم أبوابهم مأخوذة من الحديث ويحرصون على أن يقتبسوا من الحديث ما هو أجمل وألطف وأرق استطابة عنوان جميل لطيف رقيق محبوب باب الاستطابة والاستطابة هي من طاب الشيء يطيب استفعال من الطيب استفعال من الطيب والاستطابة هي كمال الشيء وتمامه قالوا طاب الشيء بمعنى كامل وتم طاب الرجل كامل خلقه وتم طابت الأرض ايتنقت من جميع الاستقذارات طاب الطعام صار جاهز للأكل فطيب كل شيء بحسبه طيب كل شيء بحسبه وهذا الباب من الأبواب المهمة التي تدل على شمول الشريعة لكل أحوال المرء ولذلك تعجب أحد اليهود في أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى قضاء الحاجة فجاء إلى سلمان الفارسي وقال علمكم نبيكم حتى الخراءة قال نعم تعجب كيف تتناول هذه الشريعة ويتناول نبيها أحوال الإنسان كلها دقيقها وجليلها حتى هذه الحالة التي هي حالة قضاء الإنسان حاجته التي قد لا يلتفت إليها ولكن الشريعة التفتت إليها وجعلت حالها مشمولا بإحكامها ومندرجا في آدابها من أول قضاء الحاجة إلى آخر قضاء الحاجة فشرعت لقضاء الحاجة آدابا قبل الدخول إلى قضاء الحاجة وآدابا أثناء الدخول وآدابا بعد قضاء الحاجة فكان قضاء الحاجة مشمولا بهذه الآداب من هذه النواحي الثلاثة قبل وأثناء وبعد وهذه الآداب منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي إذن هناك آداب قبل الدخول إلى قضاء الحاجة قولية وفعلية قولية وفعلية من هذه الآداب مثلا سيأتينا هذا كله مفصلا إن شاء الله تعالى من هذه الآداب مثلا هو أن يقول الإنسان قبل الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف كما سيأتي هذا الأدب القولي الأدب الفعلي هو أن يقدم اليسرى ومن الأدب الفعلي أن يبتعد كثيرا عن الأنظار ويستتر حتى لا يطلع الناس على عورته ومن الأدب إذا أرد أن يقضي حاجته خارج الأماكن المحددة كالمراحد والكونف فينبغي أن يتجنب ظلال الناس أي الأماكن التي يتظلل فيها الناس ويتجنب كذلك طرق الناس ويتجنب كذلك المياه التي يشرب منها الناس أو يتوضأ الناس من تلك المياه وكذلك الأماكن العمومية التي يجلسون الناس فيها يجلسون الناس فيها هذه كلها من الآداب الفعلية التي ينبغي لقاضي الحاجة أن يفعلها قبل قضاء الحاجة إذن هناك آداب قولية وإذاك آداب فعلية وفي الأثناء أيضا في الأثناء نفسها له آداب قولية وله آداب فعلية من الآداب القولية ألا يتكلم لأن النبي صلى الله عليه مقوت ذلك وقد سلما رجل عن النبي صلى الله عليه فلم يرد عليه فلما سلما رد عليه وقال إني كنت في حال كرهت أن أرد عليك فيها السلام هذه الآداب القولية أثناء الفعل الأداب الفعلية أثناء الفعل لا يتعجل لا يتعجل في قضاء حاجته بل ينبغي أن يمكث حتى ينتهي تماما لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير فذكر أن أحدهما كان يبول ولا يستتر من البول بمعنى يتعجل أي لا يستكمل قضاء حاجته من البول احتين قطعة منه البول تماما هذه آداب فعلية في الأثناء والآداب الفعلية والقولية بعد ذلك بالنسبة للآداب الفعلية أن يقدم ليمنى على اليسرى عند الخروج أما الآداب القولية فهي ما ورد من ذكر بعد قضاء الحاجة منها غفرانك غفرانك هذا صحيح الحديث الآخر الذي فيه يسمى ذه كلام الحمد لله الذي أذاقني لذته وأذهب عني مضرته إذن هذه الآذاب التي حفت بقضاء الحاجة من أول قضاء الحاجة إلى آخر قضاء الحاجة التي تدل على جمال هذه الشريعة وكمالها إذن هذه مقدمة ومدخل لهذا الباب الذي هو باب الاستطابة وبالنسبة للحديث كذلك نقف مع ترجمة الصحابي رضي الله عنه ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان مفردة الحديث إلى آخر ما تعودنا أن نسير عليه في حصتنا هذه راوي الحديث كما تعلمون هو أنس بن مالك أنس بن مالك بن النظر بن يزيد بن حرام النجاري المدني رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت به أمه التي هي الرميصاء فقالت يا رسول الله خويدمك أنس دعو الله له جاءت به ليخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوالدات الصالحات لا يكون سبباً في صلاح و إصلاح ابنائهن وبناتهن فبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه عشر سينين كما قال هو عن نفسه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سينين فما قال لي لشيء فعلته قتل ما فعلته أو نعم وتوفي رسول الله صلى الله وسلم وعمره عشرون سنة معنى جاءت به هو ابن عشر سينين وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سينين فيكون حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ عشرين سنة وكان رسول صلى الله قد دعا له كما طالبته التمست أمه فدعا له بالبركة في المال ودعا له بالبركة في الأولاد فرزقه الله تعالى من الأولاد ما بلغ ثمانين منهم ثمانية وسبعون ذكورا واثنتان من الإناث وكان له نخل في المدينة يلد مرتين في السنة يطلع مرتين في السنة هذه من آية الله وكرامة الله عز وجل ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ممن توفي في حياته من أبنائه وأبنائه نحو مئة الذين توفوا في حياته رضي الله تعالى عنه وهو من المكثيرين المكثيرون كما تعلمون هم سبعة ذاشار إليهم السعوط في ألفيته وقال في الأخير وأنسون وزوجة النبي وأنسون وزوجة النبي روى عن رسول الله صلى الله أصلا ألفين ومئتي حديث اتفق البخاري ومسلم من ذلك على مئة وثمانية وستين وانفرض البخاري بثلاث وثمانين ومسلم بواحد وسبعين وتوفي رضي الله تعالى عنه وقد بالغ من العمر وقد بالغ من العمر مئة وقيل مئة وثلاث وقيل مئة وعشرين وتوفي في بلدة تبعد عن البصرة بفرسخين بقصره المسمى بقط بالطق وليس بالطق وليس بالطائف لأن كثير من نسخ فيها بالطائف مش بالطائف هذه بلدة أخرى تبعد عن البصرة بفرسخين رضي الله تعالى عنه وصلى عليه آخر من نزل من الصحابة بالبصرة نعم هذه ترجمة هذا الصحابي الجليل أما الحديث فندعه إن شاء الله إلى مجلس الآتي ونكتفي بها القدر الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر